سئل يوماً الرئيس الراحل صدام حسين من أدهى من قابلت في حياتك فأجاب سعود الفيصل فحينما كنت في حرب إيران جعل العالم معي وبعدما دخلت الكويت قلب العالم علي وكل ذلك في مؤتمر صحفي واحد توفي الأمير سعود الفيصل عن 75 عاماً وفي تاريخ اليوم نفسه الذي قال فيه والده الراحل الملك فيصل عام 73 إن نفط العرب للعرب وحذر النفط على أمريكا لدعمها العدو الإسرائيلي تربع سعود الفيصل على كرسي الخارجية أربعة عقود منذ عام 75 وحتى مطلع العام الجاري وكانت مواقفه هي الفصل في كثير من القضايا مع الفيصل انطلق مجلس التعاون الخليجي قبل أكثر من ثلاثين عاماً وبقي وزيراً للخارجية إلى أن أعفاه الملك سلمان من مهماته وسلم عادل جبير حقيبة الخارجية لكن سعود الفيصل بقي وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء ومستشاراً خاصاً ومبعوثاً له والمشرف على الشؤون الخارجية للبلاد كان لسعود الفيصل دور بارز في حرب الخليج أو ما سمي عصفة الصحراء في عهد الملك فهد بن عبد العزيز يوم حشد أربع وثلاثين دولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتحرير الأراضي الكويتية بعد الغزو العراقي بذل سعود الفيصل جهوداً كبيرة في الترويج لمبادرة الملك الراحل عبد الله عام 2002 بشأن السلام مع إسرائيل ومع بدء الأزمة السورية دعا إلى تسليح المعارضة السورية في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الرياض ودعا أيضاً إلى فرض عقوبات صارمة على إيران كان من الرعيل الأول في السعودية الذي جمع بين التعليم التقليدي والغربي وكان إتقانه الإنجليزية ومعرفته بالغرب جواز مروره إلى الخارجية بعدما تقلض مناصب عداء ترجمة نانسي قنقر